وجوه قلوبنا كلنا وحيفضل جوه قلوبنا كلنا الاهلي بيدخل مباراة النهاردة بحثا عن موصلة الانصارات بعد الفوز الأخير أمام ودي دجلة وبحثا طبعا عن الوصول للنقطة رقم 68 بالتأكيد هي مباراة مهمة ومهمة جدا كمان وتحدي قوي بين فيلر ومحمد حليم مباراة النهاردة هي هتبقى في اختام مباراة الجولة الخامسة وعشرين واللي انطلقت يوم السبت الماضي بمواجهة بين أسوان وسموحة وانتهت بتعادل مصير بثلاثة أهداف لكل فريق وكانت سببا في الإطاحة بالكابتن حمادة صدية عن تدريب سموحة وتولي كابتن أحمد سامي قيادة الفريق وحنتكلم مع ديوفنا على الموضوع دوت وبعدين كمان كان فيه في المباريات الانتاج الحربي حقق فوس كبير جدا على طنطة 3-0 والمصري البورسعيدي تعادل إيجابي مع MB-1-1 والجونة حقق أمس فوز مهم جدا ووصل تفوقه على بيرامدز وانتهت المباراة 2-1 وأخيرا فاز أمس نادي الزمالك على طلاع الجيش بهدف نظيف وانتهت اليوم مؤخرا مباراة الاتحاد السكندري ومصر المقصة بفوز المقصة 1-3-1 وتقوم الآن مباراتين بين الإسماعيلي ونادي مصر وودي دجلة والمؤولين العرب الإسماعيلي كان كسبان 1-0 والمباراة الأخيرة النهاردة اللي هي مباراة الاستوديو التحليلي مباراة الأهلي وحرس الحدود إن شاء الله الأهلي يفوز النهاردة ويقدم مباراة رائعة وأكثر من رائعة وإن شاء الله يقرب أكثر من حس المسابقة